حباء الرب يسوع بكل بساطة بيتكلم هون عن كيفية استخدام كلام الرب كتبت بعض الأفكار كلام الرب طبعا في وجه الذين يكرهون الحق ويرفضون الحق والرب يسوع هو نفسه واجه هذا الأمر حين قال ليس نبي بلا كرامة في وطنه إلا في وطنه وفي بيته في إنجيل متى إصحاح 13 وبقول في إصحاح 13 آية 58 ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم يعني بكلمات أخرى لسبب الرب فالمسيح يتكلم عن هؤلاء الذين يميزون بين الذين يكرمون ويحترمون كلام الرب بإخلاص بأمانة بنقاوة وبين هؤلاء الذين يتعاملون بتعدي مع كلام الرب بازدراء باحتقار بسخرية أو بيستغل كلام الرب لتحقيق مقاصد معينة مقاصد شريري أو مقاصد أنانية اسمع ما يقول الكتاب في سفر الأمثال من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا ومن ينذر شريرا يكسب عيبا لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك وبخ حكيما فيحبك أمثال إصحاح 9 في أمثال 23 مكتوب في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك يعني بكلام بسيط لا تقدم أشياء ثمينة ما بيقدرها الشخص اللي أمامك الكلاب طبعا مؤزية ما بتفرقش شو أنت بتقدم سواء من اللحم المقدس أو من الفتات أو من أي نوع لحمة لا تميز فبين الفضلات تلتفت فتمزق فتؤزي أما الخنازير طبعا من ناحية أخرى لا تفرق بين اللقالة الثمينة وبين أي شيء آخر تعطيها لأنه راح تدوسها بأرجلها بأرجلها